رحلة لندن راح تكون رحلة جداً تأيسا ليش روحك شخص بمحطة؟ انتم تحتنا برويه مقابلة مستحيل يا جماعة انا ضد ضد الكام يقول ماذا يقول ما ادري يا عز ما انا مصدد شو بيسوي يا عز ما ادري شو بيسوي هذا مكان ما يريه طاعة امانا شكتها في المضع اسمارتح جدا طرق فما لا تطرق تخرح لانت فت اخسم بالله شفيك بشريك يسوي رمي بطل يعني أنا يجب ألسكن الأجانب عموو صعر انا اتمنى ان يجموا لا أبوries ماจبت أنه تأثير تصمكنك لا كنت قمت بمصنع لا 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 حبي انا مش ت Leo بالغلط عالما بالغلط انا صنعه بن leisten والله بالغلط يجمعوا تبعون هذا الخوف الذي يضحكونا ويضحكونا فقيت هذا الجو من شكل هذا بعد أن قلت له ساعة إذن قلت له ساعة ساعة استشوار بالليل ما هو تقوم؟ ساعة ما هو أنت تبين الثانية؟ أنا تدريكا هل تدريكا؟ حسنا؟ أمار أنت؟ هذه طرفة ماتنا هنا أدري أنها غفتك؟ أدريك، لكن الوضع يخرج الخير هو كده أم حتى جاءت أكيد شقتنا يا غبي ليس غصت حرامي أو غصت الباب بس أنا شيء يخرج منظر يخرج لا تقول اسمهم لنا الأخ هذا، فقلت الجو هدو مشكل الآن أنا ما أصدق على الأرتاح أني يبنى إذا ما تقول عن الموضوعي؟ نعم، فقلت بعد أنه مشكل أصدق على الاستشوار أخر شيء يخرج، لا ليس الاستشوار لأنه أثاث أن يستشعر من الله يتكشف لكن بعد أن قلت والله العظيم، الشيء الغريب أنه يسمع صوت تحت وأنا أسمع صوت تحت وأقسم بالله Happens أصدق على ضع أنا لأنا أسمع صوت وأسمع والله العظيم نعم. أنا أحبك لا أصدق على الأعزال أقسم الله لا أقسم الله أقسم الله أقسم الله أسمعت صوت أخدني أقسم الله تحديداً و أنت أحلم والله العظيم مني سمعت الصوت تحت متأكد أكيد ولا يتراوالك ايه صوت غريب منك تحت صوتك يطلع من اللابتوب وفيه صوت مخمة بعدين فيه صوت غريب قاعد تكلم بطريقة غريبة قاعد تصرق ماء غريب غريب ما قدري كان فيه صوتك انه بس الاستشوار المخمة كانت تسمعها تحت قلت المحمد قاعد يستعبط علي لا والله ما استعبت وقسم بالأموانة بس اوكي انا سأعبد المقطع لا تتسكر اذا احنا سنجح شوفوا لحد الان انا متفائل وقاعدين باخر سفر سيقولي ان هذا كلها نحن نعبد المقطع هذا ما خلصناه هذا شيء يفشل ماذا يفشل؟ اين بدنا من اليوم؟ قاعدين فجأة يروح لحمام الاخ وطلع الصوت مرة ثانية في الصوت هذا راح قال محمد شايك نام بالصالة اليوم؟ الصالة حلوة كبيرة وانحنا بنعد المقطع ويعني ما يقول لنا خوافة وليس خايف شوفوا طبعا الانسان هذا الانسان حيل اكشن احس انه كان يتشذب قطعت شي اقول لا هو اكشن لا هو اكشن حимер محمد ساخده سänger ولي اكشن واخر einenเซال يقول لي ان هاتية احرا بأ short نحن ندخل اغراض نائة فقط لنام هنا من تنش ماذا؟ الآن سوف تزيب لغلق ثلاثة ديارة عندما ننام مصارحة فأنا قلت للمسخ ننام هنا نرى هنا صفا بيت وهناك صفا بيت ننام مصارحة وحلو صراحة مساحة لا ننام كل واحد فينا في غرفة فقلت لأنني لا أخاف شيء يكون عند بعض هذا شيء قاعد قدامي ايش يصير انا قاعدين نسكيبه بس ايش يصير هناك بالعن ايش يصير مع ان هناك النزلة يعني هناك النحشة بسيطة نكون هناك بسيطة نحن كنوني ان شاء الله بيجيو غراضنا لابد نقاد هناك وقتنا قديم قديم في القديم كان فيه اشياء وارس تصير الجن؟ واقع جد واقع جد يعني ايش يقسم بالله اوه الحمدلله حتى بنا الجديد بس انها طلعت ما طلعت وسبحان الله والله منعشت من امريكا بروحي منعشت بروحي بروحي ولا موقف الله الحمد لما مره بس تققل بط والجن اللي صار اخذ بإذنك هذا بعتنا قديم بيتنا جديد بس انا كنت بالقديم صد؟ ايوه توقي يعني لا تقول الموقف تكفر خلاص اوك 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 انزل يلا حين بروح نجل الغاط هذا القرف اللي امس المتبهها صراحة يعني شي فش من انخاف ها تمام ها ها يا جماعة والله العظيم اقسم بالله اني اتوقع في المرعب صاير في احد يسوي في المرعب هناك شقة من افلام الرعب ها 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 هذه الساعة الوحيدة للشغل هذا تخيلوا لا لا الحمد لله نعم نعم ها 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 كل المكان في درجة كل المكان ها 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 ما تقول لك؟ أنا أمسرع. أنا أمسرع. أنا أمسرع. أنا أمسرع. أنا أمسرع. فايتواي. أسعاد الله من الساق. رجعنا لكم مرة ثانية. طبعاً الآن أين نحن؟ هذا تكنية الفلوغ على فكرة. نعم. نحن أساساً الآن لماذا أقول أن تكنية الفلوغ؟ لأنني سأصور قصة مشرّة. لا سأتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. فأنا كنت أخطط أن هذه خمسة يام سأقوم بها في لندن. سأصور كلها سأصور فلوغ. جيداً. وبين الفلوغ أساساً سأصور مقاطع تانية كنت. ونكمل الفلوغ كفلوغ عادي. صح؟ صح. بس. أنت بس هذه الفلوغتك صح؟ نعم. موضوع عادي. هاااااااااا. موسيقى 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 كانت تحاول تنتحر. أنا سلمان. كنا ستراجعين مو مو مقررين نصور لان في وحدة كنا متفقين معا وشي اختفت فلقينا هذي وكانت تحاول تنتحر نايمة بالشارع ويجون الشرطة ويشلونها ومشنو قلنا اخ روح نسألها استرفنا معاها والله لقينا عنها اشياء واجد طبعا هذا الحين التصوير اللي صورتها مراح مراح اقولها طبعا ما رح احطها الحين لا التصوير اللي صورتها كلها رح ينحط بفيديو بروحها رح ينسل بعد هذا الفيديو احنا كنا نتركز بالتصوير شوية لان احنا قصتها صج هماتنا بس بعدين يوم سكينا تصوير قلنا اف اشطار اليوم صح اش قاعد يصير وبعدها رحنا حق شخصتاني اليوم صورنا معتلات اشخاص على قصص اللي سواتها عن الهوملس اي فعلا يعني ما توقعت ان الهوملس تكون عندها امل وابداع بها الطريقة اللي هون قاعد تسويها احنا عبال لان اهم الهوملس وشوف الهوملس نايم على الشارع تقول اوه مسكين بردان هو ما يفكر شديد ويفكر ان انا ما رح كون سعيد اذا كانت عندي فلوس او كانت عندي بيت انا مرتاح باللي انا فيه فيه يعني ناس واجد رظيم باللي هم فيه يعني ما يبون يطلعهم يس شي غريب بالضبط مشبح تأكد بقيت احس هذه الحلات الحين ما اخش فيها بس لما نشوذ الفيديوهات هي يحب عل تلواء هي احب اعجب في انا ما كده امسنسين فيك ركسل من زوان ترى اه? ملاحظ فيك يا جماعة في شارع لندن تجدون كل الابداع فيه دقة ما شوالله ما شوالله ترقى يعيش مع الشارع طبعاً هذا الحين قدامنا M&M فيه أشياء وواجد من حولية وواجد بكويت لازم تطلقون حكاً M&M علي خائطة لندن مرحي؟ 3D يعني بس اي مو باقي نحل 3D سعلوة نزين شرايك زفت ضوءك زفت أنا قاياً أنا غال 3D شوفوا على الناسي أنا مار غاسل أتبت أنا برضي عليك يا جماعي تقول ماذا نشترون من M&M الحين هوريتم من الناس اللي براش كترهم طبعاً هذي من نوع من البلايز زين من M&M مو مو أخذها فري شاركة كاو طلعت فري لا هذي تلبسها شيء شيء قديم عرفتوا يعني هذا جبتني هذا رح أخذها هذا حلو شو هذا مقبول حلوة لندن معانا ال M&M معاجبني بس خطوب لندن سودا هذا ما معاجبني أنا عارفتها معاجبته مولي بلوزة معاجبت أنه فيها M&M أكيد هو ما يقرأ M&M ما يقرأ M&M أنا لا أفهم هذي فكرة 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 دعوني دعونيكم الناس بس أنتوا الناس جد جد شوفوا يجبوني يأخذ M&M شوفوا شوفوا زحمة شوفوا الأشياء التي عندهم عندهم متع كفرات شوفوا هذا عجيب هذا عجيب يجيكم بشتي لذر جلد يعني هو نوت بوك وفيه يأتي مننا بشتي نفس هذا خشب أفخم لون من أمس أسود مهلا مهلا ووو تاينة من أمس أمس المكان السويسة جنسة شوك ممتد اوكي انا ما رحتيني لك عشان اتحاوش معاك بس راح تحاوش معاك اترحت لها وما عجبتني يا جماع في شي تقدمنا بالشارع لا 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 راح اصور تعال 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 شوفوا حمام بالشارع هل انت سيريوس؟ ويقيت الواحد جارك صح؟ في ناس قاعد تقول يا جماعة في ناس قاعد تقول بالشارع سمان لا انا اكتشفت ان انا سمان اختلف باشياء واجد كل شيء نختلف بي كل شيء لا صراحة انو الله شوفوا شوف بالعطورات منست الذوق صراحةً ما أقدر قل لنا ما عنده ذوق بس يعني عطراته ما أدري المهم فبالعطورات نختلف صراحةً أنا عندي ذوق هنا دوق ومختلفين تماماً يعني اللي عجب لي ما يعجبه واللي عجبه ما يعجبني باللبس هم بعد نفس الوضع؟ يعني بالله بعد مراته من هنالك؟ بعض المراته يعجب لبسي بس أنا مو بعد مراته يعجبني لبسه بوم بوم قلت لي يعني متوقع منك لا يهمني رايش لا يهمني بم بس نتبق بشي واحد اثنين نحب داك شوكولت اثنين يعني هو يحب صحي و انا احب ماندي لش السلام عليكم نحن موجودين عند محل هنا هو حق كورنفلكس احب داكا لما اشوف فلوغرز و اشخاص احب داكا لما يسافرون اماكن احب يطلعون لي اماكن انا ما اعرفها يعني مثلا انا ما حبيت اني اجي مثلا هني لندن و بس مثلا اصور لكم هارودز او بس مثلا اصور لكم او او اصور لكم عند لندن ايز مثلا لا اجيب لكم اماكن ممعروفة في لندن او مش ممعروفة في ناس واجدوا عرفونها يمكن البريطانيين بس ما اتوقع في عرب واجدوا عرفون اسمه سيريال كيلر اسمه سيريال كيلر اسمه كورنفلكس و كيلر اسمه كيلر قاتل عرفتوا ففي اشياء داخل راح نصورها الحين انا اصور لكم اصور لكم اصور لكم شكل من الخارج و اصور لكم شكل من الداخل موسيقى موسيقى يا جماعة الشي اللي حبب منك هذا انه حيل فنتج حيل الأشياء قديمة يسلحك تصوير حيل طبعا لازم نصور فيه ماشي عجيبه جد والله احنا رح اوريكم الالعاب ووريكم الاشرطة الموجودة ورح اوريكم اشياء واجد تتكلم عن قبل التسعينات غيبا موسيقى صباح الخيط اليوم اخر يوم في لندن طبعا هذا بما ان اخر يوم فاخترت لكم مكانين او بالصحيثات اماكن ممكن انتو تعرفون اللي هو هرودز لازم نروح لازم ناخذ هدايا بس المكان الثاني ما تعرفون وراح نصور فيهم وراح احط لكم بعد المكانين هدول بالدسكريبشن يعني اذا اشخاص في لندن او اشخاص جايين لندن وحابوا يروح المكان يدخلوا على الرابط اللي بالدسكريبشن ليش تاكد في المكانين اللي انا مختار لكم اياهم الاول هو راح نروح الى الهنار نيلزيارد اذا هو مكان في مطاعم فيه اشياء وبعدين راح نروح حق بورتبيلو بورتبيلو روت وفيه مختار انا مكانين بالبورتبيلو روت هو الشارع اساسا بس فيه مطعم وان بعد حلوين حق التصوير طبعا هذا كلها بيحث عنه وأنا بالكويت يعني أنا هذي أول مرة زيارتها بلندن ما عارف لماكن هذي بيحثت عنها الله يخلي جوجل أي شي دي بتتابونا ابحثوا بجوجل يتطلع لكم كل شيء فكل مواقع اللي راحنا لها هنيه بلندن راح حط لكم روابطها بالدسكريبشن حق جوجل ماب أي أحد يروح له يطيق على الرابط على طبيب دي حق المكان اتخذتها مشكلة فحاليا نحن موجودين بنيل سيارت هذا ما قلت لكم بيه هل هو مطرع يأشياء واجد وفهي أماكن حلوة حد يتصوير فلانا ماخترت ميل سيارت اخترت مكانين. مكان اول طلع اساسها مساجح. كان عفالي شي تاني لان كان محطوط ولا شي بس كان محطوط الاسم. فكان عاجبني شكل مبرع عشاء تفصور عندي. المكان الثاني اللي اخترت اسمه وايد فود كافي. وايد فود كافي اللي احنا حين فيه. مصدم صراحة لقيت المطعم كامل حق الفيغان. الفيغان اللي هم ما يأكلون ولا شي من اللحوم. وحتى ما يأكلون مشتقات الحيوانات. يعني مثل البيض مثل الجبن. فطلبت بورجر وسألتها او شي. شنو اللحم اللي داخل بس. اللي ممكن يكون لحم خنزير ماندري. كانت تقول لا احنا فيغان يعني كلها فيجتابل. ما في لحم نهائيا. وهم بعد ما طلبت كولا. جابهوا لي هذا. اوغانيك كولا. حق ناس او شي اللي ما يحبون يأكلون اللحوم. هذا حين مناسب لهم. طبعا هذا هو البورجر ما لهم بتشوفون داخل تحسون كأنه لحم صج. هذا مو لحم على فكرة. هذا مشروم. تيناس الحمسة حاطينا. مع فجتابل تي اشياء. فهذا اللي قال شوفونا مشروم. وهذا بطاطة حلوة. يعني جربت اني اكون فيغان لمدة شهر جربت اكلهم. يعني اكلهم عادي. بس هذا المطعم والله يعني شوفوا على شكله. يقولون ان شكلها فيغان وما فيه لحم. بس والله ألذ بطاطة ذكتها. وإلى الآن اصلا ما ضكت البورجر يعني. المطعم حي القوي. عندهم طفكة طفكة بيت. واكل اجنبي. وكلها صحي صحي. وهم بعد انكت من الاشخاص اللي دائما لما يجي لندن. يحب يأكل بمطاعم حلال. هذا المطعم رح يكون مناسب لك ليش. لانه ما فيه لحم نهائيا. فما رح تتوكر فيه ان يكون المطعم حلال. حرام. ما رح تتوكر بهذا شي. وإذا انت تخاف من ان يكون اللحم فيه خنزيل ما خنزيل. هذا اساسا ما فيه لحم. فالأكل حيل صحي واحد. اثنين حلال. لعنه فيجتابل. كلها خضروات. فأجد مكان حيل مناسب حق الأشخاص. اللي يفكرون بأمور الحلال والحرام كلحم. طبعا كل المسلمين يفكرون شي. وهذا أول مهنف تعبالي تشكين وينك. انطدمت طرع زهرة. وهذا المكان الثاني اللي هو ورانا بالضبط. متون ما تشوفون. احنا ازاسا عبانا قهوة. طرع شبيع. طرع شبيع شسمة. مثلا تعرفون الكيكل يتحطون فوقها كريمة. هو يبيع الكريمة ما لك الكيكل. بس. قالت ملكيشن. مكتوب آيسين كوفي. مكتوب آيسين كوفي. فما أدي. سأخذ صورة هنا. لازم. لان احساسا جاي هنبعد. قيل عشان الكوفي. عشان الشكل محش ترحيلها في التصوير. فراح صور راح راح كوفي ثاني. وتاني خلصت من تصوير المكان. طبعا انا دائما الأماكن اللي اختارها. لازم يكون في لها فيو في شكل لها. حق التصوير عرفتو. فتاني خلصتها. طبعا سماع شو قول. شو قول. شو قلته سع. يقول انت الان ما اخذنا. طاقنا دار بآخر شا عشان ما تصور هنا. فانا دائما اشوف الأماكن. لان ما استوعبت اللي تروح مكانا لسا تصور لك. مصور. عرفت فانا اروح لأماكن عشان تصوير. في أماكن ممكن انت تروح لشي غريب. شانو أماكن اللي انت ممكن تروح لها. عشان تسوي شي. ممكن الناس يعتبرونها سجق. انطرب الأيفون. مو غباء. يتافه. هذا حيل تافه كان. مهيوم انت تتحرج شويني انتو شو. يهو. مثل نطرة ما اسمه لما ينطل الايفون قبار من داخلك شيء ثاني صح من داخلك سعادة من داخلك شيء متحمس له ومنها قابت صورة حق اليوتيوب فهو عندها شيء ثاني عندها شيء إهتمامات فهو إهتمامات التصوير أي مكان أروحه لازم أصور فيه مثل الحين رايح مكان رايح رايح مكان إنذين حقيق التصوير المحن المسكر أولا هو مضايق إليش من المحن المسكر رايح حتى نصور ولهو المحل مسكر و راح أصور الصورة و راح حاط لكم انا مرايح حال المحل انا رايح حال اصور اذا انا لا تعب لان اصور قدام بابا قبل رايح حال اصور لا شك تروح تصور حق قبل انت بنوقع تنطر قدام عم بحيرة تنطر اعرفت؟ يوتيوبور اتعت خائمتك تنطر هنبي حال و راح أصور لكم الصورة كما نقول لنا هناك في السهل اليوم الأخير نحن في لندن والثاني في شمس المفضل ما يكون في شمس فصدفة غريبة أنه آخر يوم أخيراً شفنا الشمس نعرف معانات المبتعثين والله مساكين هنا بريطانيا دائما يقولون ماك شمس 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 إلا اليوم أيه اليوم في شمس لا وشمس حتى لا تباين عدلي فتشوفون الإضاءة الشون صحيحة تطلع علينا ويخطيها القيوم بعدين هل يسمونه شم الشمس كنت تغلع موسيقى 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 هذا هو المحل اللي كنت أصور عنده بس للأسف المحل شوفوه على حظي هو مسكر هو أصلا مسكر أنا جاي أمسكر أنا أنا مسكر على حظي أن حاطين قداما برا شغلة أنا بصور عند المكان وأنا قليلك أصلا مهمني المحل مادي شنو محل بيع أصلا اساسًا أنا موراي حتى نمهن هذا هي ليس 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 لك القبيل فأي جاي يصور بس شوه معه حظي سبحان الله ليس بحضي موسيقى اموسيقى موسيقى احنا طيحنا على شارع بس ماادرش انه هو الصد غريب السياسة كنا رايحين مكان واحد فاطلع كل شوارع شنو محلات خلوة غريبة ايه محلات وفي بوثات بره نسل معرض ما معرض شيء وتو المحل يتوني نصورتكم ياه اللي فيه الشغلات الهند الحمر هم اللي يصنعونها الصج هم اللي هند الحمر بأمريكا ايه اه اه اتكلمنا حتى اذا بقيت جوكت منهم تخيلوا ايه ايه اذا بقيت جوكت تفصيلي بالضب تفصيل حقك انت يعني ما فيه شيء يعني معين عرفتشان مو ماركة عرفتشان مو نسل انها ماركة مصنع حق كذا شخص الحلو بالمحل انه في له قصة يعني انا لما قعت مع صاحبة محل قعت اسوالف معها قالت ان محلنا احنا اه اساسا كنت صغيرة انا واختي كنا نلبس ملابس من تفصال النهوذ الحمر لأنه الحمر نفسهم هم اللي صنعون هذي الملابسة عرفتشان فقالت ان كانوا يسألون الناس واو حلو لبسكم من وين تجيبونا لان ملابسنا كانت غريبة من نشتيبها من محلات فمو معروفة فتقول كان في ناس واجدين نعجبون به الملابسة هذي وكنا ويدنا نعلمهم عنها فبعد ما كبرنا اختي صارت مشهورة مغنية فصارت تلبس هذا اللبس هذا والاغراض الجلري منهم وقاموا يسألونها من وين تلبسينهم فقالت ان الناس يفصلون لي اللي هون من الهنود الحمر يعني يفصلون هي تشتري منهم فقالت ليش ما نسوي محل هي اختها اختها الحين هي اللي يتبيع وهذه الشيء ثانية موجودة بامريكا اما هذي موجودة هني ببريطانيا فقصت نجاح هي اختها صح؟ ان الناس صاروا يبيعون هذي الشغلات وكلها تفصال وكلها اشياء طبيعية ومن الهنود الحمر نفسهم ويهم بعد مادري اذا قلت المعلومة يقولون ان الحيوانات اللي قاعد تشوفونها والجكتات المصنوعة من الحيوانات هي بس من الحيوانات المدعومة بالشارع اللي هي ماتت بنفسهم ومو هم يقتلونها عشان يسوونها حتى القطع اللي عندهم شوية ما يقدرون يسولوا كاستم على لبس الحيوانات يعني ما احد راح يقول لك ريح تكدم من اليوم ورايح أنا حيل تعجبني هالبيوت هذي اللي تجيكم ملونة بجد تشوفوه كل واحد لهلون المحل يقادي تشوفونا ورايح نحن سوف ته هذا يرسمون على الجواتي عزكم الله ويرسمونه على البلايز فالحين راح تشوفو ريكم طريقة عجيبة وطبعا ما تتخرب مع الغسير موسيقى 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 هشون من قلقي موسيقى أكيد وموسيقى موسيقى لقد قمت على اللوحات الكويت والسعودية فنحن ندخل هردس هل يمكن أن أتينا إلى الاندن وردت للمشاهدة أكسي لندن؟ طبعا، نحن نينحن لنبدأ الكبور وكبور لكن هل hemos visto تقربال معنا، ونظر لن نقرب مسافة قريبة ولكن بسيئة أروح ونضبع وبعد وإن نصاح مشغلة إذا متابعتكم ببريطانيا في الأدن أشتروا كرت اسم 3 رأيت ك beat ومستنسة بكريات لا احس الواي فاي مزيان هو يحب الواي فاي انه يقعد بمحل كل مكان في واي فاي بس اعنسي احب اصور وندزل بنسب الوقت انا هذا اللي جربت صراحة وهذا اللي ينفع معي نت 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 الكويت بالضبط وما دفعت مبلغ واجد كان تقريبا 40 باوند 40 باوند ما ادي بالنسبة لهم واجد في ناس لا انا شخصيا اشوف انه مناسب حيل انه يكون نت معاك وان لمدة دقيقة ما في يعني ما في معين انه مئة دقيقة وعشرة دقيقة لا انتش بكون متى ما بغيته واتصالات انليمتد ورسائل انليمتد شني قاعد سوزن معان صح؟ بس انا قلت بس انا قلت ان انا بفيدهم عرفت انه لما بفيدهم اقلهم الشي لان استفت منها فان استفت من هذا الخط جد اتماع انا قد اقترب المصع اذا نعرف المصع ونشوف الاحترار ونشتاق لك هذا سينا جاية نشاء الله بي اخر واحد كسر اووووووووووووط طبعاً كالعادة منتأخر إذا راح وقطع هذا راح في الطيارة وراح كل شي ولازو يقعد يوم فني أو يومين أو ثلاث طيافة أو عشد طيام ماضي